خذ من القرآن للقرآن تأويلاً مبينة من صحيح حديث خير المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أولي الألباب وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زال حديثنا في التفسير موصولاً في سورة الطارق التي هي إحدى سور الجزء الثلاثين من القرآن الكريم تكلمنا عن مفتتح السورة بما فيه الكفاية ثم وقفنا عند قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر الله سبحانه وتعالى في أول السورة أقسم بشيئين سماء الطارق وفسر لنا معنى الطارق قال النجم الثاقب وذكر جواب القسم والسماء والطارق إن كل نفس اللمى عليها حافظ أو تقرأ إن كل نفس اللمى عليها حافظ وشرحنا هذا في الحلقة الماضية بنى على هذا أنه الإنسان عليه حافظ من الله إذن هو في أصل الخلقة وأصل التكوين هو من الله فلذلك قال فلينظر الإنسان فليتفكر الإنسان والإنسان مراد به بني آدم يعني المراد به بني آدم يعني من الرجال والنساء فلينظر الإنسان مما خلق يعني هذا متصل بما قبله يعني الله سبح تعالى يوصل الإنسان بالنظر في أول أمره ماذا كان حتى يعلم أن الذي أنشأه وخلقه قادر على أن يعيده بعد أن يموت ويدفن في قبله قادر أن يعيده فليعمل الإنسان ليوم الإعادة فليعمل الإنسان ليوم يقوم فيه من القبور لأن الله حافظك يعني عليك حافظ والله سبحانه وتعالى يسر لك الأمور وأعلمك عن طريق أنبيائه أن هناك يوم آخر عليك أن تتهيأ له فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق من أي شيء خلق ثم يأتي الجواب خلق مما دافق لأن هذا سؤال الآن فلينظر الإنسان من أي شيء خلق مما خلق مما أصلها من حرف جر وما اسم استفهام مثل ما تكلمنا في عم من حرف جر وما حرف استفهامية أصلها من ما تضغم النون بالمين يصير مما وتحذف الألف اختصارا وتخفيفا فصير مما فلينظر الإنسان مما خلق الجواب خلق مما إن دافق ما معنى دافق يعني مدفوق بقوة بقوة يتدفق حتى يصل إلى رحم المرأة وينزل من رحم رحم المرأة ألب ويضاء فيتلاقحان فتكون إنسانا هكذا فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق مدفوق يعني إلى الرحم هنا كلمة ماء جاءت مفردة مع العلم أن الإنسان خلق من ماء ماء الرجل وهو المني وماء المرأة ما يسمى بالبويضة طيب فلماذا أفرده قال من ماء دافق لأنهما لما يختلطان يصبح ماءا واحدا هذا الذي هو يتكون منه الإنسان لأن المني لوحده لا يكون إنسانا والبويضة وحدها لا تكون إنسانا لما يجتمعان كما قال الله تعالى في سورة الدهر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج يعني مختلطة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرة في سورة الإنسان الدهر إذن لما أفرد الماء أصبح ماءا واحدا ماء الرجل وماء المرأة لكن المنبع يختلف أن ماء الرجل من صلبه من ظهره وأن ماء المرأة من صدرها من صدرها حتى قالوا في قوله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب هذا للرجال والترائب للمرأة ترائب هذا طبعا جمع مفرده تربة تربة وهو صدر المرأة وقالوا هو موضع القلادة لما تلبس القلادة يعني بين ثدييها هذا من هنا يخرج ماء المرأة كما أخبر الله تعالى وأيده العلم الحديث هذا يخرج من بين الصلب صلب الرجل والترائب صدر المرأة فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وبعدين وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر طيب بعدين يبين الله تعالى رحمته بهذا الإنسان الذي يستقر في رحم أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة اطع الدم ثم يكون مضغة لقطعة لحم بقدر ما يمضغ ثم يقلب اللحم إلى عظام يكون الصدر والرجل والظهر والياد والرأس ثم يكسو العظام لحمه فتبارك الله أحسن الخالق هذا هو الإنسان ولذلك لما يكتمل على رأس أربعة أشهر يعني مئة وعشرين يوم تنفخ فيه الروح حتى المرأة الحامل تشعر بأن الجنين بدأ يتحرك من هنا أصبحت عدة الوفاء أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر كاملت تخليق الإنسان والعشرة تشعر أنه تحرك فالتي تطلق أو يموت عنها زوجها لا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل لأنها أصبحت حاملة إذن الله تعالى يقول إنه الله سبحانه وتعالى على رجعه لقادر قيل رجعه تعود للإنسان فلينظر الإنسان مما خلق وقيل على رجعه يعني به الماء يعني قادر على أن الله يعيده منيا ولا يكون إنسانا يعني بأن يكون عقيما مثلا إنه على رجعه لقادر وبعضهم يقول رجعه لقادر يعني الرجع أنه يعود إلى الدنيا أو يعود إلى الحياة بعد أن يدفن لأن الله بعدها قال إنه على رجعه لقادر متى يوم تبل السرائر واعتبروا يوم تبل السرائر متعلق برجعه على رجعه لقادر قادر متى يوم تبل السرائر تبلى يعني تختبر وتكشف وتظهر الأسرار الأسرار التي يضمرها الإنسان على الناس في حياته الدنيا لا تظهر عليه يعني مثلا قضية الإيمان قضية قلبية ممكن يجلس واحد معك يقول لك أنا مؤمن ما هو الدليل على ما هو المسلك حتى تكتشف أنه صادق أو كاذب لأن هذا قدير قلبي يأتيك واحد يقول لك أنا صائم وفي الواقع هو غير صائم ولذلك النبي الله تعالى في الحديث القدس قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجز به لأن الله يعلم السر وأقفى ويعلم إذا كان صائما أو غير صائم فالله سبحانه وتعالى كل ما خبأه الإنسان من خير أو شر يعني قد يكونوا من أهل الخير يتصدق سرا يعطي الأيتام يعطي الأرامل يساعد في بناء المساجد في بناء المدارس لكن لا يحب أن يذكر اسمه ويضمن هذا فالله تعالى يظهره على رؤوس الأشهاد والناس تشهد له بأنه قدم هذا الخير لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائتمن الله تعالى خلقه على أربع هاي أمانة ولا أحد يكشفها يعني إلا الله سبحانه وتعالى ائتمنه على الصلاة يعني ممكن واحد يجيغل لك أنا صليت ما تقدر تنكر عليه والصوم والزكاة والغسل من الجنابة اعتبر في هذا الحديث أن السرائر التي يكشفها الله تعالى يوم القيامة هذه الأربعة حتى روى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من حافظ عليها فهو ولي لله حقه ثلاث من حافظ عليها فهو ولي لله حقه ومن اختانهن يعني تركهن خانهن فهو عدو الله حقه ما هي الصلاة صلى وأثقن صلاته هو موالي لله ترك الصلاة هو عدو لله الصوم أفطر بدون عذر شرعي فهو من أولياء الله أفطر من غير عذر شرعي فهو عدو لله صام لله تعالى هو ولي لله سبحانه وتعالى والغسل من الجنابة ممكن واحد يجنب ويقول لك خلص أنا اغتسلت والآن أنا متطهر وأنت لا تدري في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام الأمانة ثلاث الصلاة والصوم والجنابة استأمن الله عز وجل ابن آدم على الصلاة فإن شاء قال صليت ولم يصلي نحن ممكن هو يقول صليت ولا يصلي استأمن الله عز وجل ابن آدم على الصوم فإن شاء قال صمت ولم يصم استأمن الله عز وجل ابن آدم على الجنابة فإن شاء قال اغتسلت ولم يغتسل إذن يوم تبلى السرائر هناك تهتك الأستار وتفشى الأسرار ولا يبقى لأنه من مات على الخير فالله تعالى يباهي به ومن مات على الشر وعصيان الله يشرب الخمار يأكل الحراب يأخذ الرشوة يسرق يغصب يأكل أموال الأيتام هذا يوم القيامة يفضحه الله تعالى وينكل به والله تبارك وتعالى يخزيه يوم القيامة وكان من دعاء الأنبياء ولا تخزني يوم يبعثون لأن هذا مشكلة الخزي هناك حتى الشهيد الله يخفر له إلا أمرين الدين والأمانة شهيد مخفور له وفي الجنة ولكن إذا كان قد خان الأمانة ومات تاب إلى الله قبل أن يستشهد أو عنده دين وكان بإمكانه أن يسدد ولم يسدد هذه النقطتين لا تخفر له حتى الشهيد وهذا موضوع في الحديث يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر لا قوة ذاتية تمنعه ولا من ينصره لأن هناك هذا اليوم الذي تكشف فيه الأسرار ويقف الناس حفاتا عراتا مكشوفين رؤوس رئيس ومرؤوس ووزير وغفير وغني وتاجر وفقير كلها في صعيد واحد لا فرق بين هذا وذاك أين القوة؟ أين الناصر؟ أين المعين؟ أين الموالي؟ أين المدافعون؟ لا يوجد خلص كل نفس تدافع عن نفسها يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر أين العشيرة؟ لا يوجد أين القوة؟ أين الحلفاء؟ كله لا يوجد فالله سعى لا يبين للإنسان حتى يعد العد للقاء ذلك اليوم يعني هذا كله الذي نتحدثه هناك من هو مرتاح من كلها المشاكل هذه يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله مرتاح والله سبحانه وتعالى يستر إذا تعم كل عيوب تستر لا يفرحه الله